عندي المحرك وجه واحد هل محرك الوجه الواحد بيقوم لوحده كده تلقائيا وصله الطيار يقوم قال لي لأ في لازم حاجة تقومه هو اولا محرك وجه واحد قافل سنجابات هيقوم لوحده قال لي لأ بحط له ملفات تقويم وملفات تجريد ملفات التقويم بتعمل عملية ايه بتعمل على ملقية بسمها ملفات تقويم او ملفات البدء فانا بعمل ايه بجيب ملفات التقويم او ملفات البدء نفس الكلام تعمل لعملية اضاءة للمحرك ازاي ان انا اول ما يوصل الطيار الى ملفات البدء يحصل ايه يبتدي يشتغل المحرك المحرك يشتغل اه بملفات البدء بس وعندما يصل المحرك الى القيمة المقننة ليه في الادارة يبتدي حاجة اسمها مفتاح طرد مركزي يفصله يفصل لي او يخرجها لي من الخدمة ويبتدي ملفات تشغيل تبتدي تشتغل وتقوم نفس الكلام عندي في المحرك التزموني محرك التزموني لازم يكون حاجة تساعده يشتغل لاما بجيب محرك او اجيب محاول او او ازوده بعد ما يبقى فيه ملفات عادية لا ده انا هزوده بقفة سنجاب بقى في الحالة دي زيه زي المحرك الاستنتاج العادي سلاسل اول تمام اول ما يصل للطيار يحصل ايه القفة السنجاب يقومه يخليه ضوء خليه يشتغل ده حد لما يوصل لخمسة وتسعين في المية تمام لحد ما يوصل لخمسة وتسعين في المية من السوق المتزمنة بيتم تخزيط الاكتاب بالطيار مساعدة زي ما قلنا ثم يغزل عضو الثابت له بالمصدر رئيسي كلام صعب كلام سهل جدا مفروش اي صعوبة ان انا عندي المحرك المحرك بتاعي زي ما قلنا بيتوصله او بيتعمله قفة السنجاب على اساس يبتدي يعمل له عملية تقويم او تشهيل ليه تمام بعد كده وهاجب في هذه الطريقة وجود مقاومات بدء حركة حتى لا تؤدي لسحب طيار كبير في مدة قصيرة تمام بابتدي برضو بعد ما زوده بملفات افص سنجاب بابتدي اعمل عملية ايه ان انا بعمله مقاومات بدء حركة ليه على اساس ما يسحبش طيار كبير في مدة قصيرة ويبتدي يتحرق عندي طيب في حالة عدم دوان المحرك المتزمن نبتدي بقى نتكلم اتكلمنا ان انا المحرك زودته بحاجات شغلته نبتدي بقى نقول لو المحرك مش هي الصيانة بتاعتنا كده الحاجة شغالة طيب بعد ما تشتغل اشتغلت اه طيب ما اشتغلتش يبقى لينا عندنا حاجات كتير لازم تقول ما اشتغلتش عشان كزا وعشان كزا وعشان كزا تمام زي ما قلنا قبل كده انا دخلت البيت اول ما دخلت البيت بقفل بفتح اللمبة بشغل النوع عندي وانا بفتح اللمبة اللمبة ما فتحتش ما نورتش طب ليه اقف كده واقول السبب لاما المفتاح في حاجة واحد لاما عندي الدوايا فيها حاجة اتنين لاما اللمبة اتحرقت يبقى انا عندي ايه تلات حاجات اقوم بفتح المفتاح لايه شغال تمام متوسط الدوايا بتاعت تمام اطلع فوق اشوف الدوايا الدوايا اه فيه فصل في الدوايا او فيه اه حاجة عاملة عازل ففي الحالة دي بعمل ايه بزيء بزيء العازل اللي عليه او بابط الاسلاك صح تمام او ببص على اللمبة لات كله تمام اللمب لات اللمبة بحوال يبقى ازا انا عندي توقعات السيانة دي عبارة عن توقعات فيه كذا وكذا وكذا تمام اما اجي في الامتحان باكتب بقول لي بس فيه عيب مش ماش ممكن العيب ده اجيبه من دماغي اه انا مش مذاكر بس فيه عيوب انا عارفها فيه عيب انا عارفه عارف ان انا شغال كذا وكذا وكذا نفس الكلام في حالة عدم دوران المحرك المتزامن بسرعة التزامن اي يعمل كمحرك استنتاجي فيوجد خلف فيه بدء حق فيحتمل ان يكون عيب ايه العيوب اول حاجة عدم موجود طيار مستمر لتخزية ملفات الاقطاب للمحرك المتزامن معشان المحرك يصل الى التزامن بتاعه او سرعة التزامن بتاعته يبقى لازم الاقطاب بتاعته تغزى بطيار مستمر فانا عندي المحرك ما اشتغلش او شغال بس زي زي المحرك الاستنتاجي تمام فانا اعمل ايه اول عيب ليه او اول حاجة ليه في العيوب اني الاقطاب بتاعته ما اتغزتش بطيار مستمر دي اول حاجة الحاجة التانية ايه هي قال لي الحاجة التانية هبوط في الجهد المغزي لملفات الاقطاب المحرك اكتاب المحرك المتزامن ان عندي الجهد بتاعي انخفض مش هو الجهد اللي انا عاوزه انخفض على سبيل المسال مسلا هو بياخد مسلا جهد تلتمية وتمانين الجهد بتاعي اللي دخله اقل من تلتمية وتمانين مئةان وعشرين تلتمية اقل من تلتمية وتمانين ففي الحاجة انا مش عاقى اغزي الاقطاب مش هشتغل يبقى ايزا في الحاجة دي هبوط في الجهد المغزي لملفات الاقطاب ايه سوعة الالة المديرة سوعة الالة المديرة اقل من سوعة التزامن يعني الالة المديرة بتاعتي انا مش قلت ان انا لما اغزيه او اخليه دور بالة طيار مستمرة او الى طيار متغير اه الالة دي اقل من سرعة التزامن موسطلوش لسرعة التزامن. عطل في الالة المديرة. الالة اللي هي المحركة اللي هيضوعه ويخلي سرعة التزامن عطلت وقفت. يشتغل. تمام? ايه كمان تلف مقاومة بطء الحركة التي تنظم سرعة الالة المديرة. الالة المديرة دي فيها بطء حركة. فلازم تشتغل. فالالة المديرة دي وهي شغلة مقاومة البطء الحركة بتاعته ما اشتغلتش. فيها خلل. فمش هتشغل. يبقى ازا عندي هنا بعض بعض العيوب اللي موجودة في محرك التوازع موني او التوافقي لازم اكون عارفها. هما كان واحد اتنين تلاتة اربعة. خمس عيوب? اه. تمام. ان انا عندي طيام مش موجود في الاقطاب. دي واحد. اتنين. ان انا عندي الجهد اقل من الجهد المقنن لي? دي حاجة. تلاتة. الالة اللي بتضواه وبتخليه يوصل لسرعة التزامن. مش متدياله الفرص ان هو يوصل لسرعة التزامن. ابطأ او بطيقة. عطل في الالة المديرة. اللي الالة المديرة مش شغالة. ما بتقومش. مقاومة بدء الحركة في الالة المديرة في عيب. فما بتقومش الالة المديرة زي ما انا عاوز. تمام? عندي بقى هبتدي اتكلم عن بدء الحركة لمحركات الواجه الواحد. يبقى احنا كلمنا ازاي? ببدء الحركة. في سيانة الحركة المفاتيح اللي بتبدأ ادارة المحركات. جبت مفاتيح سواء مرنطسية او مفاتيح عادية او مفاتيح بدء حركة اللي هي النجمة دلتا. عشان ابدأ المحركات. اخلي المحركة ابدأ حركة. بعد كده اتكلمت على بدء حركة. ما نسيتش بقى ان انا ابدأ اتكلم عن محركات العادية. لا دا كلمني الاول او حطيلي الاول محرك المحرك التزامني اللي ببدأ الحركة به بتلات حاجات. طيب متغير طيب مستمر او بمحرك ذاتي ان هو يبقى مع نفسه. بيبقى في ملفات. وقالي على العيوب بتاعتي. دلوقتي قالي تالت حاجة اللي انا هشتغل في بدء الحركة لمحركات الوجه الواحد. يعني ايه محرك وجه واحد. محرك وجه واحد عارسين انت عرف على الاول. ايه هو محرك الوجه الواحد? محرك الوجه الواحد موجود عندي في البيت. زي ايه? قالي محرك الوجه الواحد الموجود عندي في البيت موجود في الغسل الاوتوماتيك. موجود في المراحة. تمام? موجود في اي حاجة بتدور عندي في البيت. دا كده محرك واجه واحد تمام قال لي محرك واجه واحد بيبقى فيه محرك واجه واحد لاما بيبقى محرك بعض دهوء ملفوف او بعض قفص انجاب تمام حلو محرك الوجه الواحد اقول ده بتعرف يعني ايه محرك واجه واحد محرك واجه واحد عضو دور سجاب عضو دور عادي اللي هو ملفوف تمام محرك الواجه الواحد بيبدأ لم يبقى فيه مكسف فضاء حركة او بيبقى فيه مكسف فضاء حركة ومكسف دوار محرك الواجه الواحد بيبقى فيه ملفين ملف فضاء وملف تشغيل او ملف تقويم وملف تشغيل محرك الواجه الواحد بيبقى فيه حاجة اسمها مفتاح طرد مركزي تمام نعرف كلام ده كله اه عندي مفتاح الوجه المحرك الوجه الواحد ممكن بيشتغل بمكسف او بمكسف اين مكسف فيد ومكسف دوت محرك الوجه الواحد بنسميه محرك زي الوجه المشتور وجه الوجه المشتور ده يعني اللي هو قفل صنجات وممكن افتح في البيت الاقي محرك وجه الواحد ملفوف بلاقيه فين بلاقيه في الخلاط لو فتحت الخلاط بتاعني في البيت وطلعت وفتحته هلاقي ان العضو الداي بتاعي ملفوف ببينا يبقى انا اذا محرك الوجه الواحد ممكن يكون قفص صنجابي لو ازاواج مشتور ممكن يكون عضو الداي ملفوف تمام طب بيت الحركة بتاعه بيبدأ ازاي بيبدأ الحركة لما يكون في مكسف لما بيكون في ملفات بدء اللي هي ملفات تقويم او بيكون في مكسفين بدء ودوار تمام ماشي عندي مكسف محرك الوجه الواحد من هو اللي بيقوامه لو انا للوقتي قلت محرك الوجه الواحد في ملفات تقويم اذا ملفات تقويم دي بتفضل شغلة لا ملفات تقويم دي بتبقى معاها او موصلة معاها حاجة اسمها مفتاح طرد مركزي مفتاح الطرد المركزي ده بيبقى معايا ازا بيدا المحرك الحركة وصل يا صراعة مقننة لي وهي خمسة سبعين في المية يتم خروج الملفات البدء او ملفات تقويم عن الخدمة ما بشغلهاش يبقى ازا ملفات التقويم عشان بقى في محرك الوجه الواحد عندي في ملفات تقويم بلفه بنوعين من السلك سمكهم سمك التخيم وسمك رفيع او سمك قليل بيبقى ملفات تشغيل السمك بتاعها بيبقى اكبر من سمك ملفات التقويم ليه لان ملفات التقويم بتشتغل فترة معينة وتفصل واشتغل بعد كده ملفات تشغيل اللي هي بتقوم بدوارة المحرك لمدة ساعة واتنين وتلاتة حسب منا بشتغل على المحرك كده تعرفنا عليه قلنا السيفي بتاعته اه طيب ممكن بقى اقول اللي مكتوب عندي فضل عندي بدء حركة المحرك بدء الحركة المحركات الوجه الواحد من المعروف ان المحرك الحسي ليس زيات البدء لسا ايلينا ليس زيات البدء يعني ما بيقومش لوحده زي المحركة التلات اوجه تلات اوجه لتلات اوجه سري فيز اما السنجل فيز فهو ليس زاتي البدء يعني ما يبدأش لوحده وما اللي بيبدأ ازاي قال لي زي ما احنا قلنا هيبدأ بملفات تقويم او بمكسف بدء تمام ولذلك فمن الضهوري استخدام بعض الوسائل لجعله زيات البدء والمحركات احدية الوجه تنقسم حسب طرق البدء المستخدمة الى الانواع التالية واحد محرك زي الوجه المشتور اتنين محرك زي البدء المكسف تلاتة محرك بدء مكسف بدء ومكسف دوار يبقى انا عندي تلات انواع من المحركات وهي محرك زي الوجه المشتور محرك بدء مكسف محرك مكسف البدء ومكسف الدوار تلات انواع في عندي في محركات الوجه الواحد في محرك تاني اسمه محرك زي القطب المظلط يبقى انا عندي برضو محرك زي القطب المظلط بيبقى ايه العضو الداير بتاعه بيبقى كفز سنجاب العضو الداير بتاعه بيبقى كفز ايه سنجاب. وعندي الملفات بتاعته موجودة على الاقطاب. الملفات بتاعته موجودة على ايه? على الاقطاب. طيب محرك واجه واحد. وقلنا ليس او ليس ذاتي التأوين او الاضارة الوحدة او البدء الوحدة. فانا بعمل له ملفات بدء. فاذا محاول المحرك زو القد المزلل البدء بتاعه او ملفات البدء بتاعته بتكون هي القد المزلل. فانا عندي الاقطاب بتاعتي زي حدود الفاس زي ما بنقول وبتبقى فيها شق من الجنب او مشقوقة زي مجرة. يبقى ازا في القد اللي هو زي حزاء الفاس القد بدوت موجودة عندي وملفوف عليه الملفات وموصلة معا بالتوالي ويطلع الطرفين بتوال. اما العضو الدي فهو قفص نجاب. طيب ملفات التأوين عندي القد في شق زي المجر وبحط في شريحة من النحاس مكسوة على نفسها. مكسوة على ايه? على نفسها. وهي مكسوة على نفسها يعني ايه? يعني مقفولة زي الدبلة. بمثلها لك زي الدبلة عشان يبقى عفنة. تمام? مكسوة على نفسها زي الدبلة? اه. طيب. اما تكسوة على نفسها زي الدبلة بتعمل ايه? اول ما بيمر الطيار في الملفات. تمام? بيبتدي يتوالدلي مجال مغانتيسي. فملفات البيت تبتدي او الحلقة المزللة دي هي اللي تبتدي تشغلي او تقويم للمحرك فيدور العضو دواني وقف السنجاب ويبتدي يوصل لدواجة معينة المقارنة ليه? ويبتدي يشتغل عندي. يبقى ازا قط بالمزلل في ملفات بيت وملفات بغض شغيل ملفات البيت بتاعتي وهي الملفات المزللة او القط بالمزلل او الجزء المزلل في القط وهو ملف حاسي او شريحة حاس بتكون مكسوة على نفسها ومحطوطة في المجرى او الشق المشروع داخل القط عندي. تمام? طيب احنا تعلمنا في الصيانة ايه? ان انا عندي الصيانة بتاعتي عباعا ان انا بجيب الحاجة اشتغل عليها بطلع ابها ثم اطلع اصلاحها. فبيقول لي هنا تحديد العطل واصلاحه. ملفات البدء مفتوحة. او بدء ملفات البدء مفتوحة. يمكن يكشف على ملفات البدء بواسط سلاس طوق. عندي تلات طوق اقدر اكشف عليهم بملفات البدء. واحد يوصل محرك مع شبكة التغزير. فاذا حدث طانين اللي هو زي زنة كده. ده لذلك على احتمال وجود فتح في دقرة ملفات البدء. اتنين. يضع المحركة دويا. وذلك بلف حبل حول عمود الضوان ثم يشد الحبل لكي يضعوا لعدود دائر. فاذا استمع المحركة في الدوان فان الخلال يكون في ملفات البدء. تلاتة. يستعمل مصباح اختبار او جهاز الافو. فاذا لم يضيء المصباح او لم يقرأ الافو. ده لذلك على وجود فتح في ملفات البدء. حلو. انا دلوقتي جبتلك محرك. قدت لك المحرك ده شوفولي شغال وانا مش شغال. انت راجل بدلوقتي شغال في ورشة صناعة لف محركات. ورشة بلف فيها محركات. فانا بعلمك في تاني في تالتة وربعة ازاي بتلف. بديك القواعد الاساسيات. قلنا عشان اعرف اساسيات اللف او اعادة لف محرك ببتدي اجيب نوتة صغيرة وابتدي اكتب فيها كل نوع محرك بيجيلي. فكت المحرك ده قصة السلك بتاعه سمكه قد ايه? عديت عدد لفاته. وزن السلك بداخله قد ايه? المحرك ده واجه واحد ولا تلات اوجه. كم فولت? التوصيل بتاعه. بداية بالداية ولا نهاية بنهاية. تمام? باعمل كل القصة دي بايدها في نوتة. عشان لو جاء لي محرك تالي بنفس القصة دي ابتدي بدل معه ده لف حول نفسي وفك واعد واعمل كل ده. لا ابتدي اول او ده المحرك ده كان عندي قبل كده فك واشتغل. فاول حاجة عندي بيقول لي فتح بسمع صوت زنة. المحرك مش عاوز يقوم. المحرك بيزن بيزن جامد. وهو واقف مكانه ما بيتحركش اعده بتاعه. يبقى ازا في الحال دي احتمال ان ملفات البيت في جزء اتفتح. يعني اتفتح اتحرك. يبقى انا بفتح جزء بتاعي وباشوف ملفات بتاعتي لا. مش محووقة شغالة عشرة على عشرة. ممكن برضو اختبر. اشوف برضو مش شغال. عندك وانا ما كنت في تالتة وربعة اما اجا لف محرك واجه واحد اقول لك الملفات بتاعتي مش هتقومه. لان هو مفروض البلافات تقويم بتبقى مسلا سمكة كزا انا بديك ممكن اقول لك معلش السلك اللي عندي هو هو. فانا بلف بنفس السلك. او السلك سمكه اقل من السلك اللي موجود كان فيه الاول. فانا بعمل ايه? بقول لك هنجي الدباة. الدباة دي هلفها على عضو الدواة بتاع المحرك. وابتدى شدها. مرة واحدة هيبتدي يحصل ايه? هيبتدي المحرك دو. لو المحرك ضار عشرة على عشرة ما فيهوش اي حاجة يبقى ازا ملفات التقويم عندي فيها مشكلة. طب لو ما ضارش يبقى ازا محرك كله في مشكلة. تمام? يبقى انا عندي اول حاجة بشوف الملفات عندي اتبدأ هل فيها بزء مفتوحها لأ ولا مفهاش. ممكن قبل ما افتح او ماسك العضو بتاعي. الف عليه حبل او دبار. تمام? اللي هيبتعي البندجة. وقام شددها مرة واحدة. وانا بشد مرة واحدة كده المحرك هيدور. طيب ازا المحرك ضار وبدأ تشغيله وشغال. تمام? مفيهوش اي حاجة. ازا ملفات البدء عندي فيها مشكلة افتح واشوف المشكلة. طب فتح اشوف المشكلة ازاي? ابص من جوا كده وخلاص? لا طبعا ازاي هبص? لا انا عندي حاجتين بقيس بيهم. لان ما بجيب القافو وايس ملف ملف واشوف هل القافو اه معايا ولا مقاش. اه معايا في الملف الاولاني يبقى ملف ده شغل. مقاش في الملف التاني يبقى ملف ده لان ما محو او مقطوع من نص في نقطع في الملف ده من اي واحدة من اي سلكة. ممكن سلكة من الاسلاك دي كلها الملفوفة. انا عادي كلمة ملف يعني ملف واحدة. يعني كله حتة واحدة. زي بقاة الخيط. حتة واحدة كلها. لو اتقطعت من نص هاجه فك ببقاة الخيط. هلاقي الخيط بيقع مني. مقطوعة. تمام? فنفس الكلام لو القافو معاش. لاما في جزء محو او في جزء في الملف مقطوع. اتقطع. ففي الحالة ديت لما يتقطع مش يكمل الدقية بتاعتي. الدقية فتحت. او ممكن اجيب مفتاح لمبة اختبار. لمبة اختبار يعني ايه? يعني معناها انا باجيب اللمبة بتاعتي ووصلها مع السلك. واشوف هل اللمبة اضاقت ام لم تضيه? اذا اضاقت يبقى الملف سليم. اذا لم تضيه يبقى اذا برضو الملف في قطع او في كسر. فمش ينفع. فاشيل الملف وابتدي اغيره. ملف اتحرق او في كسر او اتفتع او اتقطع. لازم ابتدي افكر ملف من مكانه وفعه وابتدي الف ملف تاني. طبعا عرفنا ازاي انا برفع الملف. وعرفنا ان الملف ده ما اشيله ازاي هشتغل به او هشتغل عليه. قلنا هرفع الملف. تمام? بعد ما ما ارفع الملف بعد عدد اللفات. عدد عدد اللفات? اه. كتبت عدد اللفات خمسين لفة. ميت لفة. ميت اللفة. مش هتفل. اوزن الملفات كلها. كم جوام او كم كيلو. بعد كده هطلع بنا انا هذلك اشتري حسب السمك وحسب الكيلو او الوزن بتاعي. وابتدي ارجع الف تاني الملف دوت او الملفين العطلانين او التلاتة حسب ملفات طوودة عندي. تمام? عيب ومفتاح الطرد المركزي. اه دي تاني حاجة. يبقى احنا قلنا عيب في ملفات البدن. لاما مفتوحة. لاما في كسر في داخل الملفات. لاما الملفات دي فيها عيب ما بتدرشي. فببتدي ادورها او ادور عدد دي بيدي. داي احنا قلنا طرد مركزي بيبقى موجود فين فيه. اما جينا عملنا التعرف او تعرفنا على المحرك الاستنتاجي الوجه الواحد. قلنا انه هو فيه حاجة اسمها طرد مركزي. وفتح طرد المركز. وفتح طرد المركز ده بيوصل مع ملفات البدن. بيتوصل مع ملفات ايه? البدن. ليه? وظيفته ايه? وظيفته انه هو بيعمل عملية تشغيل ليه? الملفات لحد ما توصل للسرعة مقننة. واذا وصل للسرعة مقننة يفصل ويبتدي يشغل المحرك بقى ملفات التجريب. عبار عن ايه ملفات مفتاح ده? زي زي اي مفتاح. ريشة. زي ريشة كده. ريشة بتبتدي اول ما اول ما يصل طيار كرابي يبتدي يوصل يوصل ريشة بتاعة توصل مع نورة التلامس. ونورة التلامس تبتدي تشغلي المحرك. نقول عليه ونشوف مكتوب ايه? بيقول لك عب مفتاح الطرد المركزي. يوجد مفتاح الطرد المركزي في محركات الوجه الواحد. من النوع زي الوجه المشتور. تمام? وجه المشتور ليقفص انجاب برضو. حيث يقوم بفصل ملفات البيت عندما تصل بسرعة المحرك الى خمسة وسبعين في المية من السرعة المقننة. تمام? يبقى ازا المحرك الاستنتاجي عن محرك زي وجه المشتور. وجه واعد يوصل لملفات البيت عشان تشتغل مفتاح طرد المركزي. وظيفته ان هو بيوصل المحرك ليه سرعة مقدنة ليه ثم يفصل الخدمة عن الملفات التقوية. ففي حالة تاكل نورة التلامس. ايه ده? نقطة تلامس. اه ما نرس اقيل لك. مفتاح طرد المركزي عامل زي اي مفتاح. ليه نقطتين تلامس. تمام? نقطة التلامس. مفتاح طرد المركزين تلامس. ريشة. ريشة دي بتيجي. اول ما يتوصل على طيار تم قفلة. تمام? اول ما تقفل يبتدي الدنيا هيه تشتغل عندي. اول ما يوصل للطيار المقننة او اللي يوصل لسرعة مقننة يبتدي ترجع ايش ترجع اللي زي ما كانت تفصل عن ده. تمام? ففي حالة دي ممكن نورة تلامس دي تكون تاكلت. بقوة التشغيل والاقاف تاكلت. ممكن يتوسخت شحن زيت في عليها. كل دوت ممكن عليه. ففي حالة تاكل نورة التلامس يكون مفتاح الطرد المركزي. تمام? المركب مفتوح وهزا يجعل محارك لا يضوه. دي حاجة مهون نورة ما تيجي تتاكل يبقى في فراغ. نورة التلامس هي تنزل هتنزل هيبقى في فاصل لان فراغ نورة التلامس مش موجودة. ففي فراغ بين الريشة وبين الريشة التانية. فمش هيدوه. تمام? يبقى في حالة تاكل نورة التلامس فيكون مفتاح الطرد المركزي مفتوح وهزا يجعل عدم دوران للمحرك دي حاجة. لا يضوه عنده توصيله بالمنبع وفي حالة حدوث كسر بنقط التلامس لمفتاح الطرد المركزي فيصدم من المحارك طانين. تمام? انا عندي برضو المحارك المفتاح لما بيكون فيه كسر في النورة التلامس بتاعته كسر بتاعه بيبتدي يعمل ست طانين. ليه? لان ما فيش دوارة مش هيدوه. ما فيش طيار وصل لملفات البدل. فمش هيدوه. ده حاجة اساسية. مفتاح الطرد ما وظفته ايه? ان هو ريشة او ما يوصل لها الطيار تلحم مع ريشة تانية ويبتدي يوصل الطيار للمفتاح. للملفات البدل. الريشة دي ما وصلتش. يبقى ايزا يحصل ايه? هيبقى تكهبة شغالة في المحاركة. والعضو الدوار عاوز يلف. بيأكل في نفسه. لفني. شغلني. مش قادر يلف. وبرضو بيزن. عاوز يشتغل. عاوز يقوم. مش قادر. هيقوم ازاي? مفيش حاجة بتقومه. فعاجز عن الادار. ففي الحالة دي بيحصل ايه ايزا? ملف عندي. مفتاح الطاقة المركزي في قصر. مش شغال فمش موصل لبرضو الطيار لملفات البيت. فمخليه مقفول. مش قادر يقوم المحارك فبيزن. لازم يزن عشان يقول لك انا مش شغال. تمام? بسبب عندك برضو. خروج عدم خروج ملفات البيت من الدائرة التي تحترك ايزا استمر المحارك في الدوار. وفي هذه الحالة يجب تنظيف نقطة التلامس او تغيير مفتاح وازا كان مفتاح الطاقة المركزي سليم فلاكشف على ملفات البيت واستبدل ازا كان تلاقي. تمام? يبقى انا عندي تلات حاجات. زي ما عندي تلات حاجات في ملفات البيت. عندي تلات حاجات في مفتاح الطاقة المركزي. اول عيب عندي اني نقطة التلامس متكلة. حصل تاكل. ففي الحالة دي لما وصل ريشة مع ريشة بقى في بص بقى في يعني ايه? فاصل اهو. فاصل زي كده. هل كده في تلامس? مفودي بقى كده. لا اهو بقى في فاصل. الفاصل كده. اهو. ففي الحالة دي مفيش طياب يمور. مفيش ده قفلت. كده قفلت. كده لا. ففيش طياب يمور. ففي الحالة دي يحصل ايه? مفيش ادارة. مش ايدوري محرك. دي واحد. الحاجة التانية ممكن. المفتاح بتاعي. مفتاح الطاقة المركزي. وصل. بس عمل قصر. يعني عمل ماس في الدايرة بتاعته. اما عمل ماس حصل ايه? خلى في سود زنة. ما هو ماس يعني نقطة تلامس اجبين على بعض. ماشي كده. بس مش واصل. بس ايه? مش موصل طيب. ايه? ففي الحالة دي في زنة. في طانين. في عدم اضاء للعدد دي بتاعي. تمام? ممكن حاجة تالتة ان المحاول ان المفتاح الطاقة المركزي ما بيكونش ممكن. يشتغل بس عندي بتاعته مش شغالة. فما بيفصلش. فيفضل ماسك النقطة تلامس لمسين بعض. والمحرك شغال لحد ده ما شم ريحة شيراط. اعرف ان كده ملفات البدء او ملفات التقويم بدأت تتحرق. ففي الحالة دي هبتدي استبدلها من اول وجديد. لاما لحتها قبل ما تتحرق. هفوق. ابص على مفتاح الطاقة المركزي متثبت عندي في الغطاء بتاعي. هل في ايه الياي بتاعه مش شغال في كسر في ايه? في الحالة ديت ببتدي اصلح او اغير المفتاح. وممكن يكون ملفات حقق فبتدي اشغل اخد من اطلع ملفات ولف من اول وجديد. يبقى زي ما قلنا زي ما موجود تلات عيوب للملفات التقويم في برضو تلات عيوب لمفتاح الطاقة المركزي. تمام? تلف المكسف. زي ما قلت المحرك الواجه الواحد لمكسف بدء وممكن يكون في مكسفين. افتح عندك كده وشوف الورشة عندك هتلاقي محرك بمكسف واحد وفي محرك بمكسفين فوقيه. هتلاقي مكسفين موجودين فوقيه. واحد بدء حركة واحد بيعمل عملية دوران للمحرك. تمام? عندي تلف المكسف. اذا صدر من المحرك ضنين او صوت ثم انفجر المصر بعد توصيل طيارة بفترة قصيرة فان الاحتمال الكبير في وجود مكسف تالف. اذا انا وصلت المحرك. المكسف يعمل الادارة للمحرك. فاذا المحرك دار. ماشي. طب ما دارش وعمل زنان. يبقى اذا في حاجة في المكسف. ممكن مكسف ينفجر. مكسف ينفجر. يبقى اذا المكسف ده ايه? في حاجة كانت فيه خلته تالف واشتغل. افصل وافصل الطريقة هي استبدال او افضل طريقة للموضوع دهات لانا بعمل عملية استبدال للمكسف بغيره. حلو. هل انا هجيب المكسف ده بغيره ازاي? فهدو نفس الكلام. انا قلت لما اجي اغير الملفات بعمل ايه? بجيب الملف بعده وبقيسه وبوزنه واجيب غيره. وابتدالف. نفس الكلام هو هو المكسف لقيمة? اه. لقيمة بالفراط او بالمايكو فراط او حسب القيمة المكتوبة عليه. بقى اماسك المكسف اشوف قيمته قد ايه? وبيشتغل على طياره قد ايه? وانزب. اجيب مكسف بنفس القيمة. ما تجيش تستاخص وتقول طب ما اجيب مكسف وخاص اي مكسف هاشتغل. لا ازاي? يعني انت لما تجي تلف ملفات تقول ايه? ده ملفوف عشرين خمسين لفة. يعني ما خليه خمسة وعشرين. انا ليه هكتر? طب ما انت كده مش هتخليه اقوم. ما لازم يقوم بالخمسين لفة. ما يقومش بالخمسة وعشرين. تمام? فلازم اقومه. ففي الحالة دي بعمل ايه? بيقول لي اذا صدر من المحرك طانين ثم انفجر المصر بعد توصيل طيار بفترة قصيرة بيعمل ايه? بيبقى تلف. في الحالة دي بيجيب بغير المكسف بمكسف اخر. وابتدي اعمله نفس القيمة في الكلام ده. ثم محاولة تشغيل المحرك. وفي المحرك زين مكسفين? ازا لم يضر المحرك بصورة طبيعية بعد بدء احرقته يدويا فيجب الشك في احتمال وجود تلف في مكسف البيت او مكسف التشغيل. يبقى انا عندي مكسف بدء مكسف دوان او مكسف بدء مكسف تشغيل. ممكن يكون فيه اي حاجة فيه بايزة. بكده اقدر اقول لكم انا وصلت في الباب التالت لجزء كبير جدا. خلصنا فيه جزء كبير. فيه بعد كده جزء صغير باقي فيه. ونبتدي بعد كده نخش على باب رابع ان شاء الله. فبازن الله الحلقة الجاية بازن الله او الحسة الجاية بازن الله. هنبتدي نخلص الجزء بتاع الباب التالت. هنبتدي نخش على الباب الوابع. كان معكم استاذ سعيدة بالصعود. وشكرا.